طرح موقع امازون لبيع المنتجات عبر الانترنت رواية رومانسية نسبت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهي بعنوان زبيب والملك. واشار الموقع الى ان هذه الرواية الرومانسية كتبها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام الفين وهي ضمن اربعة روايات اخرى نسبت الى الرئيس صدام حسين كان اولها بعنوان زبيب والملك وتحكي هذه الرواية المؤلفة من مائة وستون صفحة قصة حب غير حقيقية حدثت منذ الاف السنين وتدور قصتها بين ملك عراقي يرمز الى صدام نفسه وقروية تدعى زبيب وخلال زياراتها الليلية الى قصر الملك تتحدث معه لساعات طويلة عن الدين والحب والقومية وارادة الشعب واما الرواية الثانية فكانت بعنوان القلعة الحصينة وقد تم نشرها عام الفين وواحد وتدور الرواية حول قصة زفاف بطل عراقي ممن شاركوا في الحرب ضد ايران على فتاة كردية وكيف ان هذا البطل جرح في الحرب واخذ اسيرا ومن ثم يتمكن من الفرار مع عدد من الاصدقاء واما الرواية الثالثة فكان عنوانها رجال ومدينة نشرت الرواية عام الفين وواحد وتركز الرواية على تفاصيل الطفولة والمشاعر الداخلية كما تتحدث عن ظهور حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وتحديدا في تكريت واما الرواية الرابعة فكانت بعنوان اخرج منها يا ملعون وهي اخر روايات الرئيس العراقي الاسبق ونشرت قبل دخول القوات الامريكية للعراق عام الفين وثلاثة وتدور احداث الرواية حول شخصيتي حسقيل حزقيال وابنة القبيلة نخوة وكيف استطاع حزقيال الوصول لمشيخة القبيلة بطريقة خبيثة والاستيلاء على ارزاقهم وكيف استطاعت نخوة كشفاء لاعيبه الخبيثة وتمكنت واهلها من القضاء عليه في معركة حاسمة خاضوها مع حزقيال ومن ورائه من الروم الداعمين له فماذا عنك؟ هل قرأت واحدة من تلك الروايات المذكورة؟